مجز الخامسة والنصف من أسلحة الرشاشة ومعدلات وسلاح القناصة صوب مواقع عسكرية على طول امتداد خطوط التماس بمضايات شمير وجبراس والجراح والتحيط وأضفها أن الميليشيا ارتكبت تسعة خروقات في محور البارحة غربي تعز استخدمت خلالها مختلف الأسلحة الرشاشة والمعدلات في دمار توفي وأصيب ستة أشخاص إثر انهيار منزل نتيجة انفجار استوارة غاز في أحد الأحياء الغربية للمدينة وقالت مصادر المحلية أن استوانة غاز انفجرت في منزل المواطن أمين العديني المكون من ثلاثة طوابق بحارة غزة غرب مدينة دمار وأضفت أن الانفجار أدى إلى انهيار طبيقين بشكل شبه كلية وتوفي جراء الانهيار والانفجار ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بينهم طفلان حالتهم حرجة للغاية حيث نقلوا للعناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة دمار في يومها 1989 أعلنت الدفاع الروسي تدمير شحنة من الأسلحة والمعدات شمال غرب أوكرانيا وقال المتحدث باسم الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف أن صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من البحر دمرت الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني والتي كانت تنقل من مدينة إيفانو وفرانكوفيسك إلى دنباس وذكر المتحدث أن الطيران الروسي استهدف 39 منطقة ودمر مستودعا للدخيرة في منطقة إكراس نريمان في جمهورية لوغانيسك الشعبية مضيفا أنه نتيجة الغارات الجوية تم القضاء على أكثر من 130 فردا من الفصائل الأوكرانية وتعطيل 33 قطعة من المعدات العسكرية في عضل ذلك اتهمت أوكرانيا الروس باعتماد تكتيك الأرض المحروقة في دنباس ويوجه الأوكرانيون وضعا يزدد صعوبة في دنباس حيث تقصف موسكو سيفير ودونيتسك في لوغانيسك على مدار الساعة وتشدد موسكو القصف على دنباس حيث تحشد بحسب حاكم منطقة لوغانيسك سرغي غادي الوحدات التي انسحبت من منطقة خاركيف والقوات التي فرضت الحصار على ماريو بولا ومقاتل منطقة دونيتسك ولوغانيسك الانفصاليتين والقوات الشيشانية وتعزيزات استقدمت من سيبيريا وأقصى الشرق الروسي وعلى وقع تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسائل قوية إلى الكريملين وبكين على السواء فقد توعد من توكيو اليوم الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيدفع الثمن لفترة طويلة واتهم الكريملين بمحاولة القضايا على الهوية الأوكرانية أما فيما يتعلق بالصين فاعتبر بايدن أنها تلعب بالنار فيما يتعلق بمرف تايوان وحذر من أن بلاده ستدافع عن الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي إذا غازتها بكين في سياق قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن مبالغ صفقات الأسلحة الأمريكية لتايوان تجاوزت 70 مليار دولار وأشار وانجون إلى أن تايوان أرض صينية وقضيتها تنتمي إلى شؤون السياسة الداخلية للصين ونحط الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ الصين الموحدة وبأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين البلدين ودعا أن لا تقلل الولايات المتحدة من شأن العزيمة القوية والإجماعة والقدرات القوية للشعب على حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الصينية أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بين الصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم كما أن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت في زيادة عدد النازحين قسرا حول العالم إلى أكثر من 100 مليون شخص وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أعداد النازحين قسرا ارتفعت إلى 90 مليون بحلول نهاية 2021 مدفوعة بالعنف في أثيوبيا وبوركينافاسو وميانمار وإنيجيريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وغيرها سهمت في بلوغ هذا الرقم القياسي من الفارين من الموت ودعت إلى أن يدفع هذا الرقم المثيل للقلق العالم إلى إنهاء الحروب والنزاعات إلى ذلك استقبالة المستشفية العراقية اليوم الاثنين العشرات من حالات الاختناق بسبب العصيفة الترعبية التي تجداح البلاد وأعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية بالبلاد باستثناء الدوائر الصحية والأمنية والخدمية بسبب سوء الأحوار الجوية وموجة الغبار الكثيفة وقالت مصادر صحية أن مستشفية محافظة الأنبار استقبلت 47 حالة اختناق وضيق تنفس بسبب العصيفة الترعبية من جهتها حذرت الأرصاد الكويتية من عصيفة ترعبية شديدة تصل إلى البلاد خلال الساعة المقبلة وتستمر حددها حتى منتصف الليل وفي أمريكا وقع عمدة مدينة نيويورك إيريك أدامز على إعلان حالة الطوارئ في المدينة ما يسمح للمسؤولين باتخاذ إجراءة صارمة بشأن التلاعب في أسعار لبن الأطفال وأشهر العمدة إلى أن النقص في حالي بالأطفال في جميع أنحاء البلاد قد تسبب في ألم وقلق لا يمكن تصوره لعائلات في جميع أنحاء المدينة ويجب تصرف على وجه السرعة في أمان الله